قبل ديلا شريطك لأول مرة كان براني متفاجئا جدا آمل أن يكونوا سعداء دائما بهذه الطريقة إذا شعرت الفتاة بحب عائلتها فلم تنحني رأسها إلى الأمام أبدا وسوف تغلب على العالم كم هو جميل قال سيت بيك أثبتت هذه الحلقة أن أزاده كانت تحزن على أبنها فقط طوال هذا الوقت لقد أستخدم وفاة زوجة ابنه لإدامة الكراهية والكراهية في قلوب أحفاده انظر كيف عندما تحسن كدريت ناسي أن يكره سيت أزد نين ربما لأول مرة منذ سنوات أرى نينة تضحك على عينيها من الواضح أنك سعيد سأذل قصار جهدي من أجل أن تكون هذه السعادة دائمة يا ابني لقد فوجئنا جميعا عندما قال نحن جميعا سعداء جدا أن باران تعاونت مع زر مرمت وفوجئت ديلا كانت حادثة شراء باران الخاتم زواج جديد لديلا لطيفة للغاية أيضا كانت محادثة باران وديلان في الحديقة مضحكة جدا بالنسبة لي كان من الرائع أن أخبر باران ديلا أن تقول إن زوجي لا يسمح بذلك من الجيد جدا أن يخوض ديلا وباران حرب طحين في المطبخ وأن يكون باران بجانب ديلا في كل فرصة كانت تعبيرات وجه أزد ومعرفة دريا بمكانها من أجمل المشاهد في هذه الحلقة شعر ووجه ديلا المحبين لباران لا تخجل قائلة إنني أعيش لأول مرة الآن وأترك القصر يدا بيد وتقبيل يده وكان مشهد السرير رائعا بعبارة أخرى من أجل حب باران وديلان أستطيع أن أقول إن حلقة في أمتظارك ستعجب بها كثيرا لأول مرة حفظ باران ملاحظة ديلا وقرأها من خلال المظر إلى وجه ديلا في المشهد الأخير كانت فتاتون التي اعترفت بحبها الجميل للغاية منتعة للغاية على الرغم من أنها كانت صعبة نتيجة لذلك عندما تزوج باران من ديلا قال إن الأمر لا يستحق التنفس في نفس المكان الذي تتنفس فيه الآن يقول أنني لا أستطيع التنفس بدونك انتظرنا كثيرا وكان حب باران وديلان جميلا حقا يجب أن يمنح جائزة الرجل الذي يتمتع بأفضل إرادة في العام لباران يجب أن يكون من الصعب عدم لمسه والاتعاد عندما تكون قريبا من التنفس لزوجته إلى جانب ذلك كان من الجيد جدا أن ينام باران وديلان معا مرة أخرى يقرر ديلا جميع المواقف المهمة حول حياته بما يسمعه من خلف الباب إنه أمر مثير للسخرية إذن هو سيقول ديلا وباران إنهما يحدان بعضهم البعض أثناء القتال خلاف ذلك لا يمكن أن يكون هناك تفسير آخر لمثل هذا سوء الفهم ما لا أفهمه هو لماذا ينتظر الجميع ديلا من الخطوة الأولى كان هو الذي جاء كسجين تعرض لجميع أنواع التعذيب إذا كان باران يحد فعليه أن يتصرف بشفافية حتى القدر يعتقد أنه قريبا جدا سيقول باران وديلان أنهما يحدان بعضهم البعض ستقوم والدة باران بتدليل جرح الثنائي بالملاحظة التي تركتها على صفحة في الماضي هذا المشهد ذو مغزا كبير ترسل والدة باران رسميا رسالة إلى أبنها وزوجة أبنها يجب على باران وديلان فتح أعينهما الآن ومحاولة رؤية الحقيقة لا ينبغي أن ينتهي هذا الحب في قاعة المحكمة يستمر ديلا في الحديث عن كيف سيكون باران أبا منتازا من قلبه الذهبي بينما يقع في مشاكل مع عمه كدرد يتم وضع وداع ديلا على باران فمن الممكن أن نرى باران مع اثنين من العيون واثنين من النوفير الوداع ترك الرقبة عازمة والجرح يبدو أن المسلسل يهيمن عليه لم الشمل في أزواج آخرين قبل أفء شيرة وجي أوشي اليد قادر نجو من المرحلة الأولى دخل علي أيضا الأسرة دعونا نرى من الذي سوف تنفجر القنبلة في يديه غادر سيرا بالمنزل أصبح ديلا مستنيرا حول هذا الأمر واكتشف أنه لا يوجد شيء بينه وبين باردي سامبر مع انتهاء الخلاف سمع ديلان الآن خطاب باران نصف سمع من الباب لقد حرم من الكلمات الرقيقة التي قالها له باران لذا عدنا إلى المربع الأول مرة أخرى العلاقة بين باران وديلان تتقدم فيتساق اثنين ذهابا وإيابا قاتل إفرط من أجل الفتاة التي أحبها أمسك بها من فراعها وأخذ أنفاسها في شقة الزفاف دخل باران وديلان في دورة لا معنى لها أين ومتى انكسرت الحبال حتى المشاهد لم يفهم كيف وصلت الأمور إلى نقطة الطلاق بينما عان ديلا وبارا من أحداث أكثر خطورة فإن العملية الحالية غريبة بينما يتساءل باران عما إذا كان قد قاتل بما يكفي من أجل ديلا فإنه يشعر بالقلق من مغادرة ديلا ديلا الذي يشعر بالضيق الشديد عندما يخرج قرار الطلاق من فمه موضع تساؤل من قبل القدر ديلا ليس لديه إجابة لإعطاء إنه في مأزق لأنه لا يستطيع سماع ما يريد أن يسمعه من باران يبدو أن باران وديلان ينظران إلى بعضهم البعض للمرة الأخيرة سيقوم ديلا بأعداد هدية وداع لباران إنه يقذ جدا لهذا من ناحية أخرى وقع سيرب في أحلام ثارغة لباران بينما جعله باران يضغط على الفرامل كيف سيشعر ديلا بسماع هذه المحادثات ديلا بينما يعتذر الباران هل لديهم الشجاعة للعودة دون طلاق زوجان آخران تم اختبارهما من خلال حبهما هما إفرط وجي أوكل كل من الحسى والقدر عقبات أمام هذه العلاقة يبدو أن الثنائي لا يمكن أن يجتمع بسهولة ما لم يكن لديهما حفل زفاف بينما يعلق باران بشكل مختلف على تعاسة ديلا لا يعتقد ديلا أن باران قد نأ بنفسه عن المنزل هم في دوامة كاملة من سوء الفهم داريا من ناحية ميرج من ناحية وأزاد من ناحية أخرى بالملل حقا الكثير يصر باران وديلان على عدم الكشف عن مشاعرهما لبعضهما البعض بينما كان ديلا يحتضر من الغيرة اتخذ باران طريق الراحة بدلا من شرح الموقف مع طلب ديلا للطلاق نحن نسير في طريق صعب للعودة قسمها سيرت في المنتصف عندما قلت أنني لا أقاطع طوال الوقت أليس كذلك؟ القدر أيضا يسيء فهمك باستمرار لا يستطيع ديلا تجاوز قول أدنتي زهور الدم انتهى فيديو معلوماتنا هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي